في حتى الآن برلمانيين والذي هم علاقات مع مجموعة المسؤولين سياسيين لكن ربما أعطينا تشيء موقف لأننا ما زالنا نتابع الأمر ومن أجل فهم ما يقع لا يجب أن نبقى حبيسي بيانات أو ما تخرج به النيابة العامة لأن النيابة العامة تحاول ما أمكان توجيه الرأي العام ويبقى النقاش في دائرة ضيقة جدا في حين على أن الأصل الأصل هو واحد من مقال كانت إنشاراته الفينانسيال تايمز هذه واحدة للشهور والشهرين تتحدثوا فيه لأن بعد الماروك غيت والقاطر غيت ما وقع في البرلمان الأوروبي وما قاعد كذلك في بلجيكا في مجموعة من الدول القضاء البلجيكي أصبح يتحدث على تهديد ديمقراطية الأوروبية من طرف تجار المخديرات تهديد ديمقراطية الأوروبية من طرف مجموعة المرويجي المخديرات كيفاش؟ لأنهم ملقوا على أن أصبح التدخل ديال المال بشكل قوي في سياسة يؤثر على مجموعة ديال الحواج فهذا المقال كيهضر على سكاي سيسي هذا سكاي سيسي ستانووجيسيال اللي قدروي ذيكريبتو به مجموعة ديال التبادلات ديال الإزيميل وكذلك ديال الحديث ما بين مجموعة ديال تجار المخديرات في البحر الأبيض المتوسط ومن خلال هالتسجيلات والذيكريبتاج اللي ألقاوا أنه كان هناك حديث بين هاد لكي بيعوا المخديرات حديث حول الانتخابات ومجموعة ديال الحواج من هنا بلجيكا إلى ذيكريون شيء هذا البروستيج لأنه ما ننسوش أنه سنة 92-93 كان واحد لسكندا كبير في بلجيكا مرتبط بالمخديرات إذن عندهم هالتجربة إذن حماية الديمقراطية الأوروبية بداها التحرك على الصعيد الدولي ماشي لنا دابل المسألة ديال المغرب مرحلت نحصرها حول ما يقع في المغرب بل خصنا نحصرها في مجموعة ديال أنا قلت كانت شي ديال بلجيكا كانت شي تدخل ديال ديال المريكان لتتبع ديال المخديرات على الصعيد الدولي حتى المريكان عندها؟ كذلك السنة الماضية كان هناك حديث لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفتحوا فرعا ديال 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 في المغرب يمكن أن نفتح فرع ديال المغرب إذن هناك ديال السبسون أولا هناك يوكو قوية الرقم حيث تدخلهم ديال المشاريع ascending بالسدر المكتب لي كان شغال كبير جدا ومكتب لي كان في أفغانستان ديال الدواء زائد المكاتب اللي أحدهم في أمريكا اللاتينية إذن هذا ما يقع هذا هو الأبعاد الدولية له نحن داخل الجمعية نتابعه في هذه الأبعاد ليس فقط أن هناك قضية جنائية ويكون قضية جنائية ستأخذ ما صارها ولكن سنقلب على الأبعاد ديالها فيما يتعلق بالديمقراطية فيما يتعلق بالعمل السياسي وهذا شيء ولي كان واحد وقته أهضر عليه أوريد فأهضر على اختطاف الدولة والمعافية إذن هذا الملف لدينا حتى الآن بعض الملاحظات ونعطيه بزياب ديال الأمور نعطيه فقط ما يقع ما يقع أولا من خلال تهم الموجهة نلاحظ على أن هناك تمطيط أو تفتيت لبعض تهم فمثلا فأنت قرأت تفاصيل ديالتهم كتلقى أنها ليست بعيدة الالتهام بالتجار بالبشر لكن لم تريد سياقة الالتجار بالبشر وهذا سؤال لماذا لدينا سياقة الالتهام لم نقوم بسياقة السياقة للأشخاص ونقوم بسياق النفوذ ونقوم بسياق الترحيل البشر أو مساعدة البشر على الهجرة وهذا شيء كامل دخل في التجار بالبشر إذن لماذا لم نرى كلمات التجار بالبشر في الاتهام الموجهة لهم هذا من جهة أخرى حتى الدبال ميل في دازعليس قريبا شهر وتيبان أنه يأخذ بزر ديال الوقت في حين إذا قدرنا مقارنة حول ما وقعه في الأحداث ديال الريف في الأحداث ديال الريف كانت 54 متهم تقريباً 460 تهمة وفي الضرف 3 شهور كان الميلف جاهز وعرد على المحكامة آه هذه نقطة مهمة في الميلف ديال الريف اللي يتبع فيه ناصر الزفزافي وعدم الإخوة داخل دربدة ماشي كلهم كانت 54 وحد تحال تهمة التي توجدت لهم 461 تهمة وأحالهم قادة تحقيق في الضرف 3 شهور دا بعدنا 25 متهم تقريباً 1-6 أو 7 عادية التهم ودا بعد 6 شهر وباقي ما ينوال بمعنى أن هناك الكيل بميكي علي في ميلف ديال الريف لأن الدولة كانت بغى تسرع به وهذا يخلينا نطرحه سؤال كيفاش قدر قادة تحقيق في الضرف 3 شهور يحقق في 461 تهمة أو 460 تهمة وتم الإحالة في حين على هذا الميلف يالله شهر وباقي كانت سنوك يخرج بيان كل 15 يوم مباقين إذن هناك كيل بميكي علي بين ما وقع في الريف الذي كنا نعتبره المحاكمة الصورية وهذا هو الدليل أن هذه المحاكمة جنائية عادية في ظرف شهور باقي ما عندناها حاجة قد توقعوه بهذه المحاكمة ديالناصر والبعاوية غير عند قادة تحقيق تأخذ عام من هذا القانون وعلى شو هدف زعمامنا؟ التمطيط من أجل أن الناس ينساوه ينساوه يجيبو نتال الصيف ويذو زعم في جوية قوت لكل شيء وطلعه موديك ساعة نشوفه شنوكي ولكن نحن سنتابع الأمر هذه فقط ملاحظات أولية البعض عزيز شاف بأن سقوط رؤوس بحجم رئيس فريق عريق مع كل احترام طبعا لفريق وهو بعيد كل البعدة لهذا النقاش وسقوط رئيس جهة شرقية من واحد موسيق دي الحزب إقليم البعض شاف هاد شي خطوة مهمة جدا وشجاعة وبأنه ينضر في إطار عملية يعني دي البركة ستوك إصلاح حقيقي فيما يتعلق برئيس جهة الشرق أولا ما ننسوهش واحد حاجة أنه كانت الإذانة دياله سانة سيجنين في وجده وفي استناف كان حكما آخر فإذا بنا كالقوف من الفاخور هاش ندير إذن هنا كيجي التساؤل حول داك الحكم دي الستناف كدير كنظن هو برس وندم كنا أبقى بدك العام بخبات ولا يدلمين إذن هذه النقطة النقطة التانية ما هي الأبعاد السياسية كما قلت أنه لاش بلجي كامل نوضى هاد القيامة كاملة من أجل حماية الدموقراطية والفعل السياسي حنا عدنا في المغرب كما قلت لك كويلا 27 برلائماني إما صدرت فيها حقها أحكام أو متابعة فاش كان مضر على 27 برلائماني وكان جيل واحد نقطة أخرى فاش كان تساءل شحال من برلائماني حضر التصويت على المالية على قانون المالية دي الـ 24 كانت تقوى حتى 60 برلائماني إذا كنت صوتوا ضدها يعني المجموعة هذه الأدلة والتنمية وهذا 27 برلائماني فاسيد كمثل ما كانت تساءل قانون المالية رأيها 27 برلائماني متابعة ركاريتة كبرى كاريتة إذا كان لدينا 27 27 بلأتنا نعطيك الأحزاب باش كومسا تبان كل شيء الجلس باش كومسا تبان كل شيء للناس باش كومسا ما لدينا بعد مرة يقولك لا هكا تهضروا هكا تقولوا كين عندنا استاذي الأحرار الوزير العدنة يقولك يشم 11 وعارف 11 المواطنين عنده استاذ البرلائماني المتباعد هذا الأحرار وشي دياله رئيس الحكومة أه ديال الأحرار الأصل ومعصر عنده خمسة 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 نضموا التقاشر عنده خمسة خمسة الأحرار لرئيس الحكومة عنده استاذ خمسة لا هذا لا خمسة داخلين هذا اسميته التحدى السوري ربعة الحركة الشعبية ثلاثة الاستقلال ثلاثة اتحاد الشراكي ومع الأسف حزب دير عبد الرحيم بو عبيد عنده ثلاثة تقدم الشراكية عليها عنده جوج الحركة الديمقراطية الاجتماعية واحد الحركة الديمقراطية الاجتماعية ديالعرشان عنده واحد واتحاد الشراكي عنده ثلاثة بالرمزية ديالتحاد الشراكي ثلاثة برلمانيين كالأقل كالتم المتابعة ديالهم وهذا كنتظن يجب إعادة النظر في المشهد السياسي أرجع معك عزيز البيان ديالني يا بل عمال اللي كان مهم جدا وآتار واحد الجدل كيف تقرأ أولو أنت هذه الجريبة ديالبليجيكا وصلت الدور لنقطة مهمة أنه في بلجيكا لا يوجد صقف للرأي العام والنيقاش ويمكن شخصيات وطنية نحن في المغرب كيف يبدأ لك هذا البالاغ لأنه لا يوجد في النقاش لا ولكن لا يوجد نيابة العامة لأنه لا يوجد سيبة لا يوجد تشيار حتى في بلجيكا لا يوجد تشيار هنا يتم تصفية حسابات أنا لا يوجد هذا الوزير وكان يضروج عليه أو لا يوجد نيابة العامة تدخل ديالها كلمة جيدة لا يوجد تدخل ديال النيابة وإلى أثناء تحقيق وصلنا للوزير شا دين ديروا هذه الخطة التي ترنحنا في حلقة سابقا فتاله تحقيق أفضل وجه والنيابة العامة خرجت برأة كأن النيابة العامة در تسقف برأت در تسقف در تسقف دير تسقف هنا سؤال المطروح الآن من أدخل هؤلاء للسياسة من سمح لها التجار لأنهم يدخلوا للحق السياسي في حين أنك تلقوا لكي تخدم في أي خدمة يطلب لك كازي جيدة وكان محكوم بعملين هو دلحة في إسبانيا دووزها ألمو خدرات أتنقول لك أنا مثلا أي مواطن بسيط لكي تتغرى هنا 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 لكي لا يكرر هذا لا أكدن باللي ومشي مسؤولية الأحزاب مثلا مسؤولية مشتركة ديال الدولة وديال الأحزاب وديال كل شيء لأن كما قلت أنت كما كانت الدولة صاري لم يفتح شي ديال بالسجيل العدلي للبرلمانية اللي غي ترشحوا البرلمان بحث السجيل العدلي للصحافيين ممكن تأخذ بطاقة نعم ما شيري للصحافيين ممتازين لكي تتغرى البطاقة للصحافة وبحل كتعودك حميد حميد أنت كتذر على الصحافة أنا كان أظر لك على الأجونة السيكوريتي لكي يوقف بطاقة البنكة الأجونة السيكوريتي خدم بسمي لكي يتتغرى بولي لكي يجيز يصير وبرلماني الذي يشرع البلاد إذن كين خلال ما يقع الآن مخصوش نحصره في هذا الجانب القضائي نخليه القضائي يدير خدمته ولكن النقاش السياسي كي يطلب أننا أشنو ما الأمور اللي يقصد دار من أجل جوية الحق السياسي في المغرب ولكن عزيز وش ما كيبال لك شعود تاني موحد الجانب أن الملف خدا كتر من حجمه موحد الجانب الهيلة الإعلامية اللي دار خدا أقل من حجمه أنا أقول لك لا أنا أقول لكم مثلا أنك تشوف أن المغرب فيتحاكم شريح بيلويدان بارون كتر من وحاكم حميدو الديب وتحاكم مدير أمل القصور في المخديرة عزيز إيزو يعني صعب ومخداش الحاجة من يخدر هذو ليسوا فائلين سياسيين لا أنا جايك هذو مدير أمل القصور لا ولكن ليس فائل سياسيين ايه ولكن منصيبه صعيب لا 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 تاني الإسكوبار عباء هذا الوصف دي الإسكوبار مثلا ما تقول إسكوبار اللي معروف في الميكسي يقول لك هذا كان يقتل الرواح وعلى إسعى بخاطئ واش حين هذا المالي واش هالي راحة الوصف الإعلامي اللي تحط من له الإسكوبار أنا كنسو لك واش الميل فيك الساحقة ضهيلة للإعلامية ولا أريد له أن يكون بهذا الحجم الإعلامي خصا من دخلت أطراف اه لأن أولا الميل في هذه الأبعاد كلها لأنه فيه فائل سياسي والمواطن يهتم برغم أنا كنقوله اهتم بالسياسة خصا بعد أن أطير اسم فنانة مع رغم أنها بريئة رغم من ذلك فنانة المغربة من يكسعوا فنانة ولكن هذا كي يسحو أكيد ولكن أكيد كيبيين على أن المغربية يتابعون السياسة فقط لا يتدخلون ولكن فاشتحت الآن فرصة للشارع اللي يؤبر عنها رأييه سواء طريق لريزو السوسيو ولهذا بنت الأهمية ذي الميل في ثانية لما ننساوش تدور ذي الوسائل التواصل الاجتماعي مثلا في الميل في ذي الديب وذي الهذا ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل اللي كانت صحفة كانت تكتب كيقرارها واحد مجموعة ذي الناس الآن الجميع متاح له أنه يكتب ويعبر على رأيه بزيف ذي الهويش وش هذا الميل في قيبلك غيستمر بسيغتين أخرى طب المغرب كي يزعل كيف مساحات شي سيعل كيف بمعنى هدو مشكلة المخدرات في المغرب لا لكن فرق لا لا يرفهمني ما ترى لك أنه سنقضي ودبحت هدو إشكال هدو شكون هدو اللي غيزرع ذاك الحجم دي الكيف وما غيستطاوش منه الحشيش لا لأن المسألة كي ما قلت لك الزراعة دي الحشيش ولا تقنين سيعمال القناة بالهندي سيدي في رون دي الحشيش كنا قلت لك اللي غيزرع يتبع في الحشيش ميريكان وماريخوان في بعض الولايات ولكن مسائل مقننة واضحة ثانيا أنا كما قلت لك الخطار في هذا الملف ورد كيباطو بما قلت لك على بلجيكا وعلى أمريكا يهدد أننا انتقلنا في المغرب ممكن أكيد أنا تقول 27 برلماني يهدد تقول 27 برلماني خطار أعطي 27 برلماني متابع لا هذا هو فقط المتابعين لا مش كلهم في الملف لا مش كامل ولكن نظروا على الفساد وكننا نظروا على البزاف دي الحواج خطر حقيقي طبعا كنت تعتقد أنها تشغي بشي جيسكوبو أي بشي بعيد نتمنى عاجز قبل ما بشي والتعليم آخر سؤال النيابة العامة أشارت إلى واحد الآفة اللي هي آفة الأخبار الزائفة والأخبار المغلوطة وحقيقة في ملف آفة الإسكوبار انتعشت الأخبار الزائفة بشكل خطير وخطير جدا جدا ونيابة العامة قلس يعني بان بأنها دفاع لشخصيات وطنية ومؤسسات وكان بغيت تتصل للضوء كحقوق على هذا آفة دي التشهير كيف الناس كنظر بالليلة كانش واحد يتعاني من آفة دي التشهير من الحقوقيين والسياسي والمعارضين لأن نحن كنظر سنة 2017 كنظر ندوى وصدر كتيب حاول سياسة تشهير اللي كان في البلاد ضد مجموعة من الفائل للحقوقيين مع الأسف مع هذا شيء كامل نجد أن النيابة العامة لا تحرك ساكنة في حين الآن فهد الميلف كما قلت تحاول ما أمكان العاد والذي كتضرع الحماية للأشخاص في حين أنه يجب أن نكون كلنا سواسية في البلاد لا أحد يقبل التشهير ولا نقبل التشهير بأي إن كان يكون في السلطة يكون في حقوق تشهير لأن الآن أصبح يستعمل كسلاحا ضد الحقوقيين وضد الحقوقيين وضد سياسي المعارضين وهناك مواقع وهناك اللي لا تستغفيد كان مواقع ما تدير سحاجة من قبل الآن تشهير يوميا والنياب العامة بالعكس لا تسألة النياب العامة لأن الدعم الذي يأتي للمواقع من بين المواقع التي تستغفز من أكبر عدد الدعم و أكبر دعم مادي هي المواقع التي تساهم في تشهير كاريت بكل المقاس وخ عزيز المشي ولل هذه الأزمة التعليم سمعنا أخبار سارة دعمتوا شي دور وساطة في هذه الأزمة أكيد ولكن قبل ما نشيل لنا التعليم لم أكن مرحبا نحاول نعطي بعض المعطيات وبعض هذا بشكل دقيقة جدا أبدأ بن موسى كوزير التعليم ويه الآن جميع يترى مع بن موسى وزير التعليم وليكن نسينا أن بن موسى هو رئيس للجنة للبرنامج التنموية لغا تخطط المغرية من هنا خمسين عام قدام هذا ما نجح وصل النموذج التنموية أعطينا مجموعة المؤطية حول التعليم واحد تصور واحد إذا كيف سننفعله إذا كان هذا النموذج التنموية فشل في أول خطوة الذي السيد يصحر عليه وغندسه فأخذ التعليم فشل إذا سننفعله في ذلك شي الأخر لا ولكن عزيز وش الفشل مسؤولية ذاتية فرض هو قول التعليم ممكن نحمله بوحده لماذا داب الجميع كان ناجحا كوزير تالي شخصية الوزير تؤثر في المجل هذا عنده عقلية الداخلية لنكر وزير داخلية هذا هو المشكل لك إذن وزير الداخلية هذا بجانب الأمن يقدر يكون ناجح ولكن في الجانب التعليم يطلب بزاف الحونكة والإدارة بشكل كبير خصوية شخصية إذن إذن تعتبر عزيز على أن بن موسى كان جزء من الأزمة هذا طبعا أكيد وباقي الآن جزء من الأزمة هو جزء من الأزمة طبعا الآن جزء من الأزمة لأن هذا يجي الآن وما بعد من نهضر على هذا شيء آخر ديال الوص يجي الآن وتخرج الموقوفين حتى الآن موقوف ندروا الحساب أخر كلنا سمعنا 5000 لا الآن الموقوفين 530 عدد دقيق العدد 5000 اللي كينين في المجر ديال الوزارة محتوطين هذوك جايين في الطريق إذا مشينا وصدقنا هذي ديال 5000 فش نقض هنا 5000 مؤلم هذين وقفوا هذ المؤلم لنقرر من التلميذ ندروا كل مؤلم تقرر عنده فلوم توراج ديال ولي يشتغل علي جوج ديال الأقسام يعني 90 تلميذ هذين نقضي نوقف 5000 تلميذ هذا 5000 أستاذ ينقضي 45000 تلميذ بالدرجة نقول طفرته لا من غير هذا هذا 540 أعزيز 45000 واحدة سيضيع أكيد لنقضي المؤلم هذو هذو نقضي لهم وحدة من جوج لا نقضي طي وكتر الإدارة ستكون أمام حل الأول هو أنها تصرف طمو ديورهم وهي ما ستبغيش لأنها ستبغي أن القراء يكينة إذن هذو 45000 تلميذ سندمجوهم مع التلاميذ ندمجو العقسام نزيد وكدس ستبغل سنزيد نكدس لا قضيت على 45000 لذلك 90000 تلميذ نقضي ليس فقط للموقوفين بالفعل داخل الجمعية موقفنا واضحا مسألة الموقوفين معركتنا هي الأولى لأن هذا دخلنا في إطار تصفية وتضييقة لأعمال النقل وتبنيناه وسنشغل عليه ولكن هذا تلميذ ما تنعطي مثال في إطار الإصلاح الذي يدار نهار 2 15 شهر جهة من التلاميذ الإضراب هذا 2 جهة الوزارة يقولون أنه سيجعل فرض واحد والنقطة لها الفرض هي التي تحساب هذا السلماستر كيف تحكم على تلميذ على فرض واحد الذي يمكن أن يكون بيته في السخانة يمكن أن يكون ممع الشيش والصباح لا يفتر ويجعل فرض واحد ويجعل ثلاثة ونضع هالي في النقطة كالي تاتش إذن كيف يمكن أن يجعل التقييم في العالم ويجعل ونحكم عليه بفرض واحد فلنقول الوزير مسؤول بشكل واضع بشكل واضع رهد نتائج ديال أن عواض ما يتلقى الحل ليس الجانب الأمني كما قلت أنت والتي يقول لك لا وحنا عدنا أعوان قضائيين وعدنا هذا وعدنا تصوية ولك يجعل كوزير الداخلية ماذا كوزير تقول هذه الموقفين لدينا دلائل على أنهم لا يجعلون التلامي يقرأ ولا يجعلون الأساتي يقرأ لا يجعلون شيء أسولهم هما أعطيك العقل الداخلية خطيرة هذا هو المشكل لأن المسؤولية الوزير في أي قطع من القطاعات ستكون واضح سأخبر بك ورقين عام لأنه صادم هذه المعطيات التي تفضلت بها أي وطني فيه درد الوطنية عشد في قلب ومخيف جدا خمسة وابعين فما تقرأ تطلعت تيهال تسئين الف كام بيدر وإن